السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و هنا عندي حبة بصل متوسطة مثل القليل من الزيتان نقلي فيها كي تقلى مليح وتذبال نضيف لها قليلا نضيف لها اللحم المتاعي والتوابل المعدنوس لديك المعدنوس تكون لديك المعدنوس نعود لكي تقلى مليح نعود لها قليلا نضيف لها اخر اللحظة جاءتني في بيدي نضيف لكم الفيديو بعد ما نضيف لها البصل متاعين نضيف لها 100 جرام اللحم مفروم ولا دجاج مفروم ولا ديك رومي مفروم ذيونداشي دنداشي فولي اشي الحاجة اللي حبيتوها تقدروا ما نضيفوا هكذا واحدوا بصحنا لديهم لانيمي لديهم ريجيم كيتوني لديهم غفالة نضيف لها نحرك بيد نضيف لها البصل مع ذرا نضيف لها نضيف لها نصغر ونظر في تليفون نضيف لها لنضيف لها البصل مثل كما قلنا ذو نضيف لها ابتحت نضيف لها البصل نضيف لها البصل ندير الثوم متاعي. خليه يتقلى شوية. ونعود نرجع. ندير شوية نتعاد الثوم. حاولي يقصين من الثوم مرحي. وانا. ثوابل. نديروا القليل فقط من الملح. حانا داري ندجا الملح في السلق. في السابع نديروا شوية بقطع الملح. نديروا فلفل اسود. رأس الملعقة فلفل الاسود. إذا قدرت الدجاج ديري معه زنجابي الثاني. انا هذو وش مستعمل إلي حبيتوها بلا تومات ديروا شوية. مركز الطماطن ولا ديروا لاصاص طومات. ضيفوا لها شوية كمون. كل واحد والغطاء تقدروا تديروا الكمون. انا ما نحبش الكمون لاصاص بيضاء. كنت كل مكلة بيضاء عفوا. ولد ونقليها ملح. قلنا المعدنوس لا عندك المعدنوس. يستحسن المعدنوس الذي يخصي البقدونيس هذه هي. هاوكسابا نختعنا بعد ما فورنا. انا نفوره. ما نديرش ديارك فيما. ما نحبش انك هادتاقوا هذه المرة هذي يكون كيطب ديارك فيما يتقلى ديارك فيما. يتفور ثاني يحافظ على الفيتامينات انتوعه. الفورن انتاعي هرته. هاني نسوره في المين. المهم يتقلى. يتقلى مليح سابانيك بشي يتشرب كامل النكوهات. راهم فوروا طيب هو فيه الملح. طيب في الملح. ما كفرنا لهش الملح. بس كل السابانيك ما يحبش بزيزا في الملح. ما يشرب بزيزا في الملح. نخلوه يتقلى ومبعد نضيفولو البيض. قلنا لي حبو حمر. قبل المرحلة تعليه يضيف سابان في دير مراكز الطماطن. هنا ضفت اربعة قطعة من الجبن اختياري. متى ظهوري الجبن. وشنو كما قلنا للناحية الصحية فقط. اربعة قطعة من الجبن. تقدر الزيتون اسود. يجي تاني بزيز سلق بالزيتون الاسود. يعني عندك بزيز اختيارة شامبينيو يكون فطر طازج من شي معلب. تقدر تقليه مع الول مع البصل هذاك. والضيفة. تقدر كبت الدجاج ثاني. تقلي ثاني. مع البصل و تضيفي له ثاني لبثناء واسمه. سلق مع الاخصر. بثنجل الفرسة. نحبين شوي بثنجل. المهم. نقلوهم. لاحظوك ان نكسروا البيض. وتقدر تضيفي هكذا في طبق. تضيفي له لاكحام التاعو. لطاغين التاعو اللي نخدموها بالبيض والكريمة الطازجة والجبن. وفوف الأسود اكيد شوية جزء الطالب. خلطيهم مع بعضهم. ضيفهم للسلق. ودريهم قراثة. انا لقراثة لا نحبهم. كما قلنا لقد قمت بتاعك من يتكون. يتكون بيض. حليب. ولا كريمة طازجة على حساب وشوية ملح. شوية فلفل كحل. وشوية جبن. هذه هي. السلام عليكم. وهنا عندي اربع بيضات. ضفت لهم شوية فلفل كحل. شوية فلفل حار. على ذلك العكري الحار. وهنا. وهي البابريكة فور. ولا يعطلوه. بيمان فور مولي. وهنا. سمحوا لي. وننفلمي. حقيقة. نحب الحار. نصبوص اضفتم على النهاية. يعني هذا كما قلنا تقدروا ديرها قغاطة. تقدروا ديرها انفاس. تقدروا ديرها في الكيش. تقدروا ديرها في البورك. تقدروا ديرها في خبيزات. يعني عندها بزف. كما قلنا صح غالية شوية. بسهل انسان عاجل صحته. خلنا ما تروحي للأدوية. هذه هي اللي من ناحية الصحية صرته اصحاب الانيميا واصحاب الريجيم. مفيد جدا هذا الطبق. هاوك الطبق بتاعنا. ها نكملنا. كما قلنا تقدروا تضيفولو الزيتون السود يجيبنين بزاف. تقدروا تضيفولو اه الطن. كيلي حب الطن. تقدروا تضيفولو الكابت الدجاج. هذه هي. بسم الله الرحمن الرحيم. شاهية طيبة. تتشاهدكم الجن ان شاء الله. بسم الله. نذوق معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ما شاء الله. بصحتكم. السلام عليكم محمد الله وبركاته.